قبل ما أدخل في التفاصيل خليني أعرف منك مين يستحق الخروج ومين أجبر على الخروج من البطول شوف هو طبعا بكل تأكيد المباراة الفنية المبارزة الفنية بين دي دي شاو وبيتكوفيتش جاند لصالح دي شاو من أول لحظة في المباراة باستثناء الوقت زي ما قلت لك اللي كان حصل فيه يعني المنتخب الفرنسي ليد في الخمس ست دقيق دول وخلاصه بعد طبعا ما سويسرا ضيعت لكن كمجمل لا اللي استحق التقاول هو بيتكوفيتش وفريق فسويسرا استحقت منتخب ألمانيا يعني فرنسا استحقت الخروج طبعا في هذه المباراة استحقت الخروج حتى في الدور الأول ما أقنعتش يا أحمد يعني يعني إحنا في الدور الأول هنشفنا مثلا منتخب فرنسا قدام ألمانيا كسبت وأنا وانت تكلمنا بعد المباراة دي وقلنا أن ألمانيا ما كانتش بهذا السوق وفرنسا ما كانتش بهذه الرواعة لكن فيه تفاصيل صغيرة حسمت الموضوع جابوا جون وناموا عليه حتى كان هدف عكسي قدام البرتغال ما أثبتتش فرنسا أنه هي الفريق اللي جاي يكسب اليورو ما قدرتش تفوز مثلا فوز مستريح وقدم تعادلت مع المجر مثلا فمعطيات الدور الأول ما تقولكش أن فرنسا جاية عشان ترعب الكل وتاخد البطول ما دا ما حصل منتخب زي منتخب ألمانيا مثلا أكيد استحق الخروج عشان عايز أتكلم كمان على ألمانيا أنه أفهم أنه ألمانيا ممكن تخرج قدام إنجلترا وبرضو ممكن أفهم أن البرتغال تخرج قدام بالجيكا لأنه اتنين فرقتين برضو معارة تقيل بس خليني قبل ما أخش في تفاصيل الموضوعين دول تحديدا هنروح للفصل السريع ونرجع نكمل كلام